حريك قلت إنكم تعاونتم مع جهات حكومية لدعمهم بحيث إنه يحصل تغيير بيبقى فيه تعاون دولي كبير بتتعاملوا إزاي بقى أو زي بيحصل شراكات مع المجتمع الدولي ككل وبالطبعية بيتنفس ده إزاي مع الجهات اللي موجودة في المجتمع المحلي طيب زي ما حضرتك تفضلتي الدول النمية اللي من ضمنها مصر ليست هي المتسببة في هذه المعاناة التي نعاني منها بسبب تغير المناخ وبسبب برضو تدهور أو الأضرار اللي لحقت بطبقة الأزون علشان كده الحقيقة هناك ما يعرف بالصندوق الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال وده الحقيقة نشكر ونذكر العالم الجليل المصري الدكتور مصطفى كمال طلبة لما كان فعلا في موقع الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة قدر يقنع العالم أنهم يعملوا الصندوق المتعدد الأطراف وكل الدول الصناعية بتمول هذا الصندوق ويحصلوا كل ثلاث سنين مراجعة وربلانشمنت أو تجديد للموارد من الذي يستفيد من هذه الصندوق؟ الدول النمية اللي هي ضحايا اللي هي لم تتسبب في التكنولوجيا ولكنها مستخدمة لهذه التكنولوجيا وحدة الأزون من داخل وزارة البيئة بتعمل حصر لمن الذي يستخدم هذه المواد ثم نتقدم للصندوق بمقترحات لتمويل أنشطة توفيق الأوضاع وحصلنا على الدعم عظيم وتقدمنا ووفقنا الحقيقة على العديد من الشركات والشركاء طيب ده جميل جدا دكتور شارك في الحل مين اللي هيشارك؟ أنا كمواطن وإزاي؟ شارك في الحل هي دعوة لكل مواطن لأن المشكلة كبيرة جدا نحن نتكلم بصفة عامة على مشكلة تغير المناخ مشكلة تظاهر طبقة الأزون هذه مشاكل بيئية ما ينفعش أن لا دولة واحدة لأنها ظواهر تتعدى حتى الحدود الدولية ويعاني منها كل سكان الكوكب الكرة الأرضية فإذا لم يكن الحقيقة هناك متسبب وهناك مشارك طيب يعني أحدي لك مثال بسيط جدا فضل إفهم يعني مثلا أنا المدام بتاعتي عملت لي طبخة جميلة جدا وبعدين أنا دخلت المطبخ وحاولت أن أنا مثلا يعني أشارك طبعا عدم الوعي فرحت مثلا إيه؟ لا أحط ملح فحطيت كمية كبيرة عمل صغير جدا بوسط لها الطبخة عشان أنا مش فاه فإذا فيه النهاردة احنا بنستهدف يعني الفئات اللي هي قليلة الوعي عايزين كل إنسان يبقى إيجابي ومش عايزين الناس تبقى يعني بتبزل مجهود كبير وعلى فكرة معظم الناس كويسة جدا معظم الناس يعني ممارساتها سليمة ولكن ممكن فيه قلة القلة دي ممكن نتيجة يا إما ضعف الوعي يا إما إنه فيه سلبية فإحنا بنستهدف الفئات دي إنه نحاول نرفع الوعي لها ونخليهم إيجابيين فإذا ما كانش هو يقدر حتى يشارك في الحل على الأقل ما يبقاش هو السبب في المشكلة جزء من المشكلة صحيح أنا ممكن حاجة أكون بأعملها وأنا مش أخذ بالي أكيد لكن أول ما حد يلفت نظري لها لا طبعا هأخذ بالي والتزم أكيد ترجمة نانسي قنقر